مطارات شرم الشيخ والغرداء وبرج العرب حصلت مبارح على تجديد اعتماد الآيزو لمدة 3 سنوات إضافية وده بعد المراجعات اللي قامت بيها شركة المنحة SGS للاعتماد على المطارات الثلاثة مؤخرا وده هيكون لدور كبير طبعا في رفع تصنيف المطارات المصرية عالميا وجذب أكيد المزيد من الحركة الجوية زي ما قلت يا بسانت رفع التصنيف ده بيفرق كتير قوي لفكرة السياح اللي احنا عندنا المطارات بتاعتنا مطارات آمنة مطارات فيها نوع من أنواع يعني الأمن للسياحين اللي موجودين واعتقد هيكون فيه وفود ولسه كنا بنقول من فترة الخبر بتاع عودة السياحة الروسية فكل ده هيعمل استقرار في ملف السياحة إن شاء الله إن شاء الله ترجع تانيا